اشتركوا في القناة اهلا ومحبا بكم يا مولانا اهلا وسهلا بكم النهاردة يا مولانا هنستكمل المفاتيح المنجيات احنا كنا بدأنا الحلقة الماضية اتكلمنا عن التوبة كأول مفتاح من مفاتيح النجاة النهاردة عايزين نتكلم عن المحاسبة وهل هناك فائدة من ان نحاسب انفسنا في الدنيا قبل ان يحاسبنا الله في الاخرى ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الخطوة الاولى في الطريق الى الله التوبة اي التوبة تقتضي الخطوة الثانية وهي المحاسبة اي والمحاسبة مهمة لانها كأنها امر بالمعروف ونهن عن المنكر باعتبار النقد الزاتي النقد الزاتي جميل نحب نستعمل الالفاظ الحديث نقد الزاتي يعني ابدأ بنفسك ثم بمن تعول لازم الانسان يرى نفسه اولا وسبب ذلك في الحقيقة مبني على ان الله سبحانه وتعالى خلقنا فكلفنا فراقبنا فسجل علينا كل شيء قال تعالى ووضع الكتاب فطرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلاتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها العل هي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك احد لا اله من الله من اجل ذلك احتجنا الى المحاسبة حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا كلام سيدنا عمر نعم قال تعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين قبل ان تحاسبوا ماهو فيه هو حساب صحيح يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله هذا الكلام هو احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد اذا هذه الايات هي التي تدعونا وتؤكد علينا ان هناك حسابا وانه يبغي علينا ان نحاسب انفسنا قبل ذلك الحساب حتى نجد هذا الحساب يسيرا سهلا في صفنا وليس علينا لنا وليس علينا وهكذا طب يا مولانا اذا احنا مطالبين ان نراقب الله سبحانه وتعالى في حركاتنا وسكناتنا ازاي نقدر نوصل لمرحلة المحاسبة دي او ايه مرتبة الاحسان دي نوصلها ازاي وسيدنا جبريل جاء يعلمنا يعني امر ديننا في صورة دحية الكلبية فدخل علينا الرجل الشديد سواد الشعر الشديد بياضي الثيابي لا يعرفه احده مننا وليس عليه اثر السفر يعني غريب في نفس الوقت مش بني عليك مش مطرب ولا حاجة حلوة او كده وفي ان فسأله عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فهو يرى تعبد الله كأنك ترى يبقى في مراقبة دائمة وفي شعور بهذه المراقبة قال تعالى افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموه ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد فنرجو الله سبحانه وتعالى الهداية ولذلك يقول الله ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى يعني ما مشواخد باله أن الله سبحانه وتعالى يرى قال تعالى واتقوا الله الذي تسألوا نبيه والأرحم إن الله كان عليكم رقيب أو يعني ربنا الرقيب من أسماءه صحي الرقيب جل جلاله ف يعني ربنا لما مثلا يقول رضي الله عنهم ورضو عنه ذلك لمن خشي ربه واحد سأل يقولك ما معناه يعني هذا لمن راقب ربه وحاسب نفسه وتزود ليوم القيام ولذلك رجل قال للإمام الجنيد سيد الطائفة سموه كده سيد الطائفة يعني طائفة أهل الله الجنيد وكان له حكم ومواعز وترقق القلب بعدما تشبع بالكتاب والسنة وبتطبيقهما قال له الرجل بما أستعين على غض البصر غض البصر عمله مشكلة مشكلة قال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه نظر الناظر إليه يعني ربنا ينظر لك وانت دلوقتي مكسوف من ربنا انت ما ربنا يراك على طول فإذا راقب الإنسان ربه حينئذ استعان بهذه المراقبة على غض البصر يكسف بأسعته وما من شخص وده مجرب يعني منع نفسه من نظر إلى المحرم وإلى العورات إلا وأحدث الله له بذلك المنع لذة في قلب لذة في قلب هو يشعر بها يشعر لما عمل كده هو أما بقى كلام فريد أن انت سيب نفسك ترتع في نفسك الأمارة بالسوء فهذا يؤدي إلى جهنم وليس يؤدي إلى العفاف واللذة والسعادة والمراقبة الربانية والسكينة والتنزلات الرحمانية ولذلك كان الصوفياء يقول إننا نجد لذة لو عرفها الملوك لقاتلون عليها بالسيوف عايزين ياخدوها مننا كانوا قاتلون عليها بالسيوف لأنهم يعرفوا أن حطام الدنيا الذي بين أيديهم ولو زاد وأصبح فيه ملك وكل حاجة لا يساوي لذة من هذه اللذات كان يا سيدنا في قصة مشهورة عن سيدنا سهل بن التستوري كان خالو محمد بن المنكدر لأما علمه قال له الله معي الله حافظي الله مطلع علي دلوقتي يا مولانا في مجتمعنا إزاي نربي شبابنا أو إزاي نعلم المسلم هو صغير لحد ما يكبر إزاي حسب نفسه يقول الكلمتين دول قبل ما ينام أيو نعمل زي سيدنا سهل التستوري ما هو كان بيقوله قبل ما ينام سبع مرات أيو التكرار بيعمل شيء في النفس اسمه قانون التكرار أيو زي لما مثلا اشمعنا وإحنا بنصلي ومتلاقينا سرحنا وإحنا بنقرأ الفتحة وما نغلطش ولسه بنقراها آه ولسه من التكرار أيو رغم أني سرحت فعلا واخد بالك أيو فالتكرار ده لما أقولهم كل يوم قبل النوم وأنا خلاص بقيت في السرير سبع مرات بيعمل عند النفس شيء من الملكة أي شيء من الراحة النفسية شيء من التأثير الباطني عند الإنسان فينبغي علينا أن نرسخ كلمة نرسخ تجاية من الرسوخ من التكرار من التراكم بعض الشيء فوق بعض فهذا هو الذي يمكننا من الوصول إلى المحاسبة بيسر وسهولة من غير معاناة وتصبح المحاسبة جزء لا يتجزأ من مكونات شخصية المسلم وجزء لا يتجزأ من نفسيته وجزء لا يتجزأ من عقلياته ما شاء الله يعني إذا فضلتك بتنصحنا قبل ما ننام نقول الله معي الله شاهدي الله مطلع نعم سبع مرات سبع مرات يشمعنا سبع علشان يفيد التكرار يفيد التكرار آه علشان تجيب التكرار ما هو ممكن ثلاثة وممكن خمسة وممكن سبع هم نخليها سبع بلاش حداشر آه لكن هو حداشر ماشي ما يجراش كل ما زود كل ما يكون أفضل في التكرار آه إنما الحاجة الوسط كده هو التكرار بيفيدها كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام ثلاث مرات آه علشان اللي ما سمعش يسمع علشان البعيد وجاي يقرب يشوفه وبيقول إيه علشان يترسخ المعنى هو برضو كلمة يترسخ في نفوس السامعين جميل فكان يعيد الكلام وهو كان فصيحا واضحا جليا ثلاث مرات يبقى التكرار اللي احنا بندرسه في علم النفس للحديث ده له أثر فعلا وله حقيقة ما شاء الله بوقت معفضتك بيوم دي دخلنا على الفاصل إن شاء الله فاصلنا نعود نواصل هذا الحوار فاصلنا نعود إليكم فابقوا معنا فاصل سوما نواصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم من الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتورة على الجمعة مفت الدولة المصرية وموضوع حلقة اليوم عن المحاسبة قبل ما نطلع الفاصل يا سيدنا كنت فضلتك أوضحت لنا إننا نعمل التكرار الله معي الله شاهدي الله مطلع علي وإن التكرار ده بيرصخ هذا الشعور داخلنا عايزين نعرف بقى يا سيدنا إيه هي حقيقة المحاسبة وإيه هي مفاتيح المحاسبة للمسلم حاسب بها نفسه حقيقة المحاسبة يعني يشير الإمام الغزالي إلى أن يعني الآية التي تبين لنا حقيقة المحاسبة هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد يبعي حاسب نفسه ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فهذه الآية يعني كأنها إيه هي الأساس للمحاسبة أو بيان كنه المحاسبة أنظر ما الذي فعلته يعني لغد قال رسول الله لأحد الصحابة فماذا أعددت لها قال إني أحب الله ورسوله أيب أعده حاجة يسأل سن النبي عن متى الساعة واحد تاني جاء له كده وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون معك رفيقا في الجنة قال أو غير هذا قال هو هذا إلا دي قال أعني على نفسك بكثرة السجود يبقى ولتنظر نفس ما قدمت لغد لغادي الله هو يوم القيام قدمت له إيه ما فيش كلام بالتمني لابد من يعني الفعل الفعل في حديث أيضا عن سيدنا رسول الله حديث عن رسول الله أن رجلا قال يا رسول الله متى الساعة قال ما قدمت لها اللي احنا قلناه ده ده يعتبر الإمام الغزالي أن هذا الحديث أيضا أصل من الأصول أيضا وأهل الله لما جربوا الدين فقالوا ملاك الأمر كله أن تجهز حجتك عند الله أن تجهز حجتك عند الله هتقولي عند ربنا ولله الحجة البالغ فإذا لابد علينا أن نفعل هذا مفتيح المحاسبة التي تسأل عنها أشار برضو إليها الإمام الغزالي ورآها أنها ثلاثة أي مفتاح المحاسبة يتمثل أولا عنده في نور الحكمة نور الحكمة نور الحكمة ده اللي هو الفقه أي سواء بالتعلم أو بالسؤال بس المهم أنك تعرف الفقه أي ولذلك تلاي الإمام الغزالي ألف كتابا هو كتاب البسيط ثم اختصره في الوسيط ثم اختصر الوسيط في الوجيز ما شاء الله في فقه الشفعي بيعمل ملخصات لنفس الشيء يعني أي البسيط ده للمنتهين وكذا الوسيط للطلبة والوجيز للعوام والوجيز ده شرحوه العلماء الشرح الكبير للرافعي وكذا إلى آخر الفقه كان مهتم أوي بالعلم الثانية من مفاتيح المحاسبة سوء الظن بالنفس سوء الظن بالنفس على طول أبقى شكك في نفسي يعني بلاش حكاية التكبر دي وحكاية أنه أنا سلطان وكذا في نفسي كده المفتاح الثالث تمييز النعمة من النقمة من الفتنة أي فالتمييز بين النعمة والنقمة هو ده الذي يجعل الإنسان واعيا في حسابي نفسي أي والله دي نعمة لكن دي نقمة إن أنا أعمل الحاجة وهي شكلها كده يمكن يكون صح لكن أنا وخد بالي من إن دي نقمة وليست نعمة هذه هي الأمور الثلاثة التي كان قد عدها الإمام الغزاري في إحيائه كمفاتيح لمحاسبة النفس أبقى متفقه عندي نور حكمة نعم أبقى عندي سوء ظن بنفسي عشان ما يحسونك الكبر وسوء ظن بالنفس نعم والحاجة الثالثة اللي هي إن أنا أبقى عارف النعمة من النقمة نعم طب يا سيدنا التمييز بين النعمة والنقمة التمييز بين النعمة والنقمة جميل أبقى عارف فاصل من إجل طيب إزاي الإنسان يعتد على هذه المحاسبة مولاني بيعتد عليها كان يسميها يقولك بمحاسبة أعضائه السبعة محاسبة أعضائه السبعة ماشاء الله إيه الأعضاء السبعة العين لأنها بتر الأزن لأنها بتسمع اللسان لأنه بينطق يبقى التلاتة دول يعني مبني عنهم تكليف أمرنا بغض البصر أمرنا بعدم سماع الكذب والنميمة والغيبة وكذا أمرنا بألا ننطق بالشهادة وبالكذب وبالغيبة أيضا والنميمة باللسان يعني أنا اللي بنشئها فدول تلاتة أهم من السبب تاني البطن والفرج البطن شهوة البطن معروفة وممكن تحملني إلى أكل الحرام شهوة الفرج معلومة وممكن تدفعني إلى ارتكاب المعصية والفاحشة والزنا وكذا إلى آخر اليد والرجل اليد والرجل لأنه ممكن باليد أبطش ممكن أكتب كلام يغض بالله ممكن أنا أستعمل إيدي في غير ما خلقت له وممكن أنا برجلي أروح إلى المعصية يبقى هذه السبعة أعضاء أمرنا بحفظهم بقى الرأس وما وعى والصدر وما حوى يعني أنت أخذ بقى الرأس اللي هو فيه بقى التلاتة الرأس واللسان واللعين والأذن الأذن والعين واللسان وبعدين دخلنا في البطن ومعهم الفرج لأنهم متعلقون وليدوا الرجل يبقى إحنا إيه حفظنا السبعة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون يبقى نحتاج إلى نحن ناخد بنا نريال محاسبة ويقول سيدنا عمر زي ما قلنا كزمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تزنوا ايه وزن الأمور كده وشوف أنت رايح فيه وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول رحمه الله عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا ألست صاحبة كذا من أنت اللي عملت كذا فاكل لما عملت كذا أوبخ نفسي آه ثم ألزمها كتاب الله بعد ما يزمها يلزمها كتاب الله تعالى فكان له قائداء م شاء الله يبقى كتاب الله صيّره هو قائد كثير إمام الغزاليين في الإحياء عن مالك بن دينار لأنه كان من الأطقياء الأمقياء عشاء الله فهذه هي اللي هي نقدر نقول عليها الأعضاء السبع السبع الأعضاء السبع بصيانتها بالمحاسبة حواليها بإلزامها كتاب الله سبحانه وتعالى وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم نقدر يا سيدنا بعد إذن فضلتك في عجالة الفضل حوالي دي أو دقيقتين نقدر نقول أنه خلصت موضوع المحاسبة عشان أبسطته للسادة مشاهدين زي ما كون ولله المسأل أعلى بظبط حساباتي قبل ما أروح أعرضها مثلا على الضرائب أظبط حساباتي قبل ما أتزنق هناك ومش أعرف أزبط المادة أنفقته في إيه أو جبته منين نعم ولكن مع الضرائب دي ما تعرفش عني حاجة أيها فلما بظبط بظبط من ناحية الظاهرية إنما ده مع الحكيم العليم ماشاء الله ولذلك لازم أظبط عن حق أيها عن حق صحيح عن حق الدرائب يمكن يمكن ما تقبلش التوبة ولا تقبل الاستغفار وكده لكن أنا مع رقوف رحيم بيقبل الاستغفار وبيقبل التوبة ولذلك من تزبيت حالتي إن أنا توب أيها وفي آخر النهار أعمل المحاسبة وثم بعد ذلك أعمل التوبة اللي تعلمتها كخطوة أولى علشان أصل إلى الصفحة الجديدة أو الصفحة البيضاء أو هي نبدأ من جديد وكان سيدنا يقول جددوا إيمانكم ماشاء الله فقالوا كيف يجدد أحدنا إيمانه يا رسول الله قال قولوا لا إله إلا الله شوف جمال لا أقول حلاوة أقول بساطة قول لا إله إلا الله يبقى اعترفت بالألوهية اعترفت بأنك عبد اعترفت بأنك ستبدأ صفحة جديدة مع الله ماشاء الله كله بن أدم خطاء وخير الخطائين التوابون ربنا نفتح عليك يا مولانا الوقت مع فضلتك بيمضي سريعا اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة دكتور علي جمعة مفتد ديال المصرية على وعد باللقاء مع فضيلته إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامجكم إحياء علوم الدين فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم اشتركوا في القناة